موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأفاضل وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أفاق التي نخصصها للحديث عن سيرة الخليفة ببكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذه الحلقة سننتقل إلى المرحلة التي بدأ فيها الصديق مواجهة حركات الردة التي حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف باشر الصديق تنفيذ خطته للقضاء على هذه الحركات أرحب في البداية بضيفنا في برنامج أفاق عضو مجلس الأمنا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي صلاة بي أهلا وسلم بك دكتور ما هي أولى الخطوات العملية التي اتخذها الصديق عندما بدأ مرحلة الحرب على حركات الردة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا والطبنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين أما بعد طبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه راسل المرتدين محاولا لتخذيلهم ودعوتهم للرجوع إلى الإسلام وكذلك راسل رضي الله عنه الثابتون راسل الثابتين على الإسلام أيضا وطلب منهم أن يجتمعوا في أماكن محددة حتى تكون لهم كتلة وتكون لهم قوة وكان ينتظر في جيش أسامة جيش أسامة بن زيد للرجوع حتى يقوم بعد ذلك برسالة القوة المنظمة المتمثلة في الجيوش التي تكتسح إن شاء الله فيما بعد المرتدين ونجح إلى حد كبير في رفع معنويات الثابتين على الإسلام وتواصل مع أهل اليمن وخصوصا القبائل التي تخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور فتنة الأسود العنسي مثل الحمياء ومثل القبائل الحمدان ومثل القادة الموجودين هناك مثل الطهر بن أبي هالة ومثل أيضا معاذ وغيرهم من الصحابة رضو الله عليهم وطلب منهم مساندة الأبناء اللي كانوا الحكام الفعليين لليمن وكانوا على رأسهم فيروز الديلمي وهم من أصول فارسية أصلا وكانوا على الإسلام وكان إسلامهم حقيقي يعني كانوا ثابتين على الإسلام فحاول أن يجعل منهم كتلة ويجعل منهم قوة ويوحد في صفوفهم رضي الله عنه وارضاه ونجح إلى حد كبير في هذا المعنى فحيث أنه كان في دعم معنوي للثابتين على الإسلام وفي تخذيل لعامة الناس للالتفاف حول قادة ردة وفي خطابات وجهت فيها حرب معنوية ودعوة للرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة إذن أولى الخطوات العملية كانت هي مراسلة المرتدين عن دين الإسلام وأيضا مراسلة الثابتين على الإسلام وطلب منهم أن يتجمعوا في أماكن محددة حتى تكون لهم شوكة كلهم قوة وبعد ذلك كان في تفكير سيدنا أبو بكر سيوصل الجيوش بحيث يلتحقون هؤلاء بهم وهذا ما حدث فيما بعد طيب هذه الخطوة يمكن أن تصنف على أنها كانت في جانب المواجهة المعنوية بداية كيف تل ذلك نقل المواجهة المعنوية إلى مواجهة عسكرية ما الخطوة التي تخذها الصديق عندما بدأ بنقل المواجهة مع المرتدين من الجانب المعنوي إلى الجانب العسكري طبعا هو رضي الله عنه واضح خاضل الحرب بنفسه قبل رجوع جيش سيدنا وسامة من بلاد الشام خرج ثلاث مرات حتى الصحابة طلبوا مننا البقاء في المدينة قال لا والله لا أواسينكم بنفسي لكن بعد وجوع جيش سيدنا وسامة تغير الوضع كليا وخرج إلى ذي القصة وهي مرحلة على المدينة تبتعد عن المدينة مسافة وهناك جيش الجيوش وعقد الألوية وحدد الأمراء وكان لديه رغبة رضي الله عنه وضعه أن يكون هو خرج شاهرا سيفة على راحلته فنتقدم إليه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضعه أخذا بخطام الراحلة وقال له أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شم سيفك ولا تبجعنا بنفسك لأن أصبنا بك هذا كلام سيدنا علي رضي الله عنه وضعه لا تقوم للإسلام قائمة ولا نظام لكن هو كان يريد أن يقود بنفسه لكن كان رئي الصحابة والأغلبية أو جميعهم على رسم سيدنا علي قالوا أنك تعين الألوية والجيوش وترجع تكون قيادتك في المدينة واخذ بهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وجيش 11 جيشا وعقد 11 لواءا واختار حوالي 11 قائد كان على رأسهم سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر عبد الله النعم أخو العشيرة سيف الله المسلول صلى الله على الكافرين والمنافقين وعطاه اللواء حتى يتحرك به إلى بني أسد ثم بني تميم ثم بعد ذلك مسيلم الكذاب اللي هم بني حنيفة وكان اللواء الثاني لعكلمة بن أبي جهل وكان طلب مننا هذا سيدنا أبو بكر أن تكون الطريق إلى مسيلمة الكذاب ثم بعد ذلك إلى عمان ثم مهرة ثم إلى حضرموت في اليمن ثم بعد ذلك شرحبيل بن حسنة وكان مرادفا ومساندا لجيش عكيمة بن أبي جهل ثم أيضا طرفة ابن حاجز السلمي وأرسل إلى المرتدين من بني سليم من هوزان وأيضا كان من ضمن الألوية التي عقدها الصديق رضي الله عنه وأرضاه لواء عمر بن العاص وطلب منه الذهاب على أطراف الشاء في قضاعة وكذلك لواء لخالد بن سعيد بن العاص ويكون على أطراف الشام وكان أيضا عقد لواء للعلاء بن الحضرمي وكان أرسل الوجه إلى البحرين وكان أيضا حذيفة بن محصن الغلفاني الحميري وكان الوجه إلى عمان وكان عرفة شاء بن حرثماء أيضا كان الوجه إلى مهرة يعني قريبة من عمان هي الآن في عمان حاليا في المنطقة وكان أيضا المهاجر بن أبي أمية وكان الوجه إلى كيندا وحضرموت وإلى صنعاء وأماكن اليمن وكان أيضا سويد بن نعمان بن مقرن سويد بن مقرن وكان الوجه إلى تهامة هذه الجيوش كانت وكانت أسس سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وضعها غرفة عمليات والخارطة الجغرافية واضحة والتجمعات الردة واضحة وخطوط السير ورسالة الجيوش كانت واضحة وكانت حدد لها أماكن في الالتقاء وأماكن في الافتراق وكانت هذه كل الجيوش تعمل بغرفة عمليات واحدة وبقيادة واحدة وكان في تواصل في المعلومات الدقيقة أولا بأول وكانت التعليمات تصدر من غرفة العمليات التي كان فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واحدة عشر جيشا لكن في الحقيقة هم كأنهم جيش واحد بقيادة مركزية واحدة واحدة برؤية واحدة بتعليمات واحدة وكان المراسلين الحربيين اللي كانوا بين سيدنا أبو بكر كانوا من النشاط ومن الهمة ومن الحيوية فكان التواصل مستمر طبعا برز كمراسلين حربيين في تلك الفترة سلامة بن سلامة وأيضا سلامة بن وقش وأيضا أبو أبو البرزة الأسلمي هذا من مشاهير المراسلين الحربيين بين قادة الجيوش وبين غرفة العمليات اللي كان يقول فيها سيدنا أبو بكر الصديق وكذلك أيضا أبو خيتمى النجابي الأنصاري رضي الله عنهم أرضاه ما هو الدور الذي كان يقوم به هؤلاء المراسلون طبعا هم يأتون بالمعلومات الدقيقة وماذا حدث من تطورات من قبل القادة الجيوش الأحدى عشر وغيرهم طبعا غير الأربع لذكرناهم لغرفة العمليات وتم التوجيه وتم الأوامر وتم الإرشاد ومن قبل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وأيضا النظر في احتياجاتهم سواء كان في المؤونة أو في السلاح أو في الكراع لأن المدينة هي التي كان يجتمع فيها القوة وكانت ترسل في الإمدادات والتجهيزات وأيضا في الطريق طلب منهم سيدنا أبو بكر أن يمروا على الثابتين من القبائل ومن الزعماء ومن القادة والتحموا بهم الكثير منهم في ذلك كمنطلق الصديق رضي الله عنه لم يقاتل المرتدين بجيش واحد ونما قسم قوة المسلمين إلى جيوش عدة لتقاتل في أكثر من مكان في ذات الوقت بالضبط لأنها مبنية على فكرة استراتيجية وفكرة عسكرية وهذه تبين الحنكة العسكرية المتقدمة التي تميز بها الصديق والفريق الذي كان معه وهذا يدل على حسن الجندية التي تعلمها من منازمتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الصرايا وفترة الغزوات طبعا كانت الحركة الردة كانت متناثرة يعني كان قوة موجودة بقيادة مسيلم الكذاب في اليمامة وكان قوة ثانية بقيادة الأسود العنسي في اليمن وكان قوة أخرى ضاربة اللي هو طليحة الأسدي وكان في البحرين وكان في عمان وكان لم تأخذ وضع أنها تتحد لتتوجه إلى الدولة الإسلامية فبالتالي سيدنا أبو بكر الصديق وضع الخطة على هذا الأساس أنه قبل ما تتجمع يتم القضاء عليها طبعا كان جيش الصديق كان تميز بالمهارة القيادية والبراعة في التنظيم والخبرة في القتال لأنهم جلهم من المهاجرين ومن الأنصار الذين ساهموا في حركة الصرايا وفي حركة مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجيش التابع لسيدنا أبو بكر متماسك وقوي ويعتبر من أقوى جيش في الجزيرة العربية ولهذا بمجرد ما قسم هذه التقسيمات وجعل لها قيادة واحدة وتتحرك من خلال غرفة عمليات واحدة استطاع سيدنا أبو بكر الصديق يحقق الإنجاز الكبير والضخم وهو القضاء عليهم في أماكنهم قبل أن يتوحدوا ويشتاعوا دولة الصديق في المدينة رضي الله عنه وضعه وحدث هذا في فترة وجيزة يعني فترة قياسية سنة كاملة كل الأحداث في العام اللي ما تمتش سنة إلا تم القضاء على حركة نهائية كاملة لكن مع ذلك يبدو من المنطق لو أن الصديق قاتل بجيش واحد بقوام أكبر سيكون من مسألة تقسيم الجيش ووجه الجيش إلى المرتدين على مراحل ربما كان أي قائد سيتبع هذه الطريقة يعني أن يقاتل بجيش واحد بقوامه يكون يعني من حيث العدد والعدة أكبر بكثير من تقسيم الجيش إلى أكثر من عشر فرق وعشر آلوية هل يمكن فهم جوهر هذه الفلسفة التي اتبعها الصديق في توزيع القوة المسلمين على أكثر من مكان وفي ظهر هذا الأمر إضعاف للقوة الأساسية للمسلمين له بالعكس وأولا الصديق رضي الله عنه وأرضاه تحرك الجيوش هذه كانت فيها ألوف يعني الجيش يعني اللي تحرك في الألفين في الثلاثة في الثلاثة في الثلاثة في ليست تعداد بسيطة ثم كان ركز الصديق رضي الله عنه وأرضاه على تواصل بالثابتين من القبائل على الإسلام فلذلك تجد مثلا نعطيك جيش المهاجر بن أبي أمية لما تحرك بمجموعة من المهاجرين والأنصار تحرك مر على مكة لما مر على مكة التحق به مقاتلين ومجاهدين بقيادة خالد بن عتاب أخو سيد بن عتاب ومر على وين؟ ومر كذلك على الطائف لما مر على الطائف كان هناك جيش بقيادة عبد الرحمن بن أبي العاصر الثقافي أخو عثمان بن أبي العاصر الثقافي فالتحق أيضا به جيش آخر لما مر باتهامة عكاشة بن ثور بمقاتلين التحق به والتحق به جريب بن عبد الله البجلي وبعدين مصروق العكي اللي هو استطاع أن يحضر نجران هذه كل القوة التفت حول من المهاجر بن أبي عمية واستطاع المهاجر بن أبي عمية يقضي على الفلول اللحجية اللي بعد مقتل الأسود اللي بقت ما بين نجران وما بين صنعاء يقضي عليها وقسم الجيش إلى جيشين أيضا جيش بقيادة عبد الله أخوه بن أبي عمية للقضاء على بقايا جيوب الردة في تهامة منطقة تهامة باليمن والباقي بجيش الآخر دخل لصنعاء ولما دخل لصنعاء كانت التوجيهات من قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لهو ولعكرمة اللي أرسل عكرمة أرسل إلى مساندة عمان ومهرة وثم الأتيان إلى اليمن اللي مساندة زياد بن لبيد في حضراموت في كندة والتقت هذه الجيوش في كندة واستطاعت أن تقضي على حركة الردة في كندة وبالتالي كانت التجمعات السكنية الموالية لدورة الصديق في شبه الجزيرة العربية واضحة وكان في نفس الوقت في تواصل وفي تواصل مع القيادة وفي توجيهات من قبل الصديق للقادة الذين أرسلهم وللقادة الميدانيين بأن يلتفوا حول هذا الجيش مثال ضربت لك مثالا وبالتالي فكرة الصديقية كانت تحتمد على عدم إعطاء فرصة للمرتدين أن يتجمعوا في مشروع ردة واحد لتوجيه ضربة للقضاء على الدولة الناشئة دولة الصديق الدولة المدنية التي كان يقودها الصديق رضي الله عنه وضاه فاستطاع أن يقضي على رؤوس الأفاعي في جحورها وأن محاولة أي انفجار أو توحيد لم يعطيهم هذه الفرصة وهذا يدل على بعد نظر وعلى بصيرة نافذة وعلى حنكة سياسية وعلى خبرة عسكرية متقدمة بالنسبة للقادة في عصره رضي الله عنه ورضاه أيضا دكتور ربما يجوز القول بأن تقسيم الجيش وتحركه في مسارات سمح بإنجاز حالة من التحشيد كانت عامة في عموم الدولة الإسلامية في حينها على أساس أن هذه الأقسام من الجيش تحركت في كل أرجاء الدولة وربما أيضا سهلت حتى حركة الجيوش لأنها كانت أصغر عددا وقواما وبالتالي تنقلها ربما يكون أسهل عندما يكون جيش واحد بتعداد أكبر هو لا شك في ذلك في نهاية الأمر هو الأمور تحسب بالنتائج مع المقدمات كانت مقدمات الصديق صحيحة وسليمة فترتب عليها نتائج صحيحة وهي القضاء على حركة الردة وعدم السمح لهم بالتوحد وعطاتها طبعا كما قلت أنت القدرة على التحشيد والقدرة على الحركة والسرعة في التواصل هذا كلها كان إنجاز لصالح دولة الصديق رضي الله عنه ورضاه إضافة إلى ميزة المناورة بالتأكيد لأنه كان يحرك أي لواء من هذه الألوية بحسب حركة أو سيل المعارك في المنطقة هو طبعا استخدم القواعد العسكرية من تحشيد ومن تعبئة ومن الاقتصار على القوة ومن أيضا في قضية الحرب خدعة فعطى رسائل أن الجيش الفلاني متوجه إلى الناحية الفلانية وهو بالعكس كان إلى الناحية الفلانية يعني لما كان في ذي القصة كان على أساس أنه يلتقي بجيش خالد في خيبة فهنا اضطرت طي خافت كانت خافت أنها تلتحم جميعها مع بني أسد في فتنة طليح الأسد لما ادعى خوفا على أماكنهم فظنوا أن الصديق يأتي إلى خيبة ثم أماكن قبائل طي في تلك المرحلة فجزء كبير منهم بقى في أماكنهم فاستخدم فكرة الحرب خدعة رضي الله عنها وأرضاه لكن هو أهم حاجة كانت الجيوش هذه الأحدى عشر كانت تشتغل كأنها جهاز واحد بقيادة مركزية واحدة بأهداف واضحة وكانت الجزيرة العربية بجغرافيتها بتضاريسها بتجمع أماكن البدة وأماكن الثابتين على الإسلام كانت واضحة كأن الحجرة العمليات التي تحرك منها سيدنا أبو بكر كأنها متوفرة فيها كافة الأجهزة التقنية الحديثة في قضية المعلومات الدقيقة كانت متوفرة وبراعة القيادة بالتأكيد ستظهر تباعا عندما نأتي على كل حالة من الحالات على حدة بتفصيل أكبر لكن دعني أعود معك إلى نقطة انطلاق الجيش بعد تنظيم هذه الألوية وتوزيع القادة قام الصديق بتوجيه كلمة إلى العامة والخاصة في الدولة الإسلامية ما الهدف من هذه الخطوة؟ هو كتب خطاب هذا الخطاب وعممه على كل القبائل التي ارتدت والتي لم ترتد ومفاد هذا الخطاب خطاب طويل هو أبيّن فيه أن الله أكرم هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قام بتبليغ الرسالة وبأداء الأمانة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله عليه الموت وذكر الآيات المتعلقة بذلك إنك ميت وإنهم ميتون وذكر وما كان لمحمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيزي الله والشاكرين وحث الناس على البقاء على دين الله وأن يتقوا الله وأن يطيعوه وإياهم أن يتركوا دين الله لأن في ذلك متابعة للشيطان ولإبليس وثم بعد ذلك بيّن لهم أنه أرسل جيوش كل منطقة يسمي الإسم لأن كان خطاب واحد في هذا الجيش فيه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وبيّن أنه أمرهم بأن يدعو هذه القبائل للرجوع للإسلام والتمسك به والتوبة والترك الردة وإذا استجابوا أصبح إذا استجابوا للدعوة لهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين وإذا رفضوا يتم قتالهم والاستجابة تتبين من خلال الأذان فلما يسمعوا أذان المسلمين هم يؤذنوا دليل على دخولهم في الإسلام وثم بيّن يعني أن لا قتال إلا بعد الدعوة هذه مهمة وبعد إثبات الحجة عليهم وإذا استمروا في وإذا استمروا في فردة ما فيش حل إلا الإسلام أو القتال هذا كان في توجيهاته للقادة دكتور هذا للخطاب ليس للقادة هذا الخطاب العام يعني أرسله إلى عامة الناس وإلى الخاصة إلى القبائل يعيث يقرأ في المجامع وطلب من من سمع أن يبلغ من لم يسمع وأرسل مجموعة من عنده لقراءته سواء في اليمن في الأماكن التي حدثت فيها الردة كلة على بعضها لكن في خطاب تاني أيضا هذا خاص بالقادة فألزمهم بأن بتقوى يعني ذكرهم بتقوى الله في السر والعالن والجد والاجتهاد ذكرهم أيضا بهذا الموضوع قادة الألوية الأحدى عشر قادة الألوية الأحدى عشر يعني كما نقول نحن برنامج عملي حتى كتبه وطلب منهم السير عليهم وفي هذا البرنامج العاملي أيضا بيّن لهم أهمية دعوة الناس قبل قتالهم ومن استجاب كيف يقوموا بتعليم لدين الله سبحانه وتعالى ومن أبى أن يتم قتاله وأيضا حثهم على الضفق في السير مع الجنود والإحسان إليهم وتفقدهم وأيضا التنبه من أن يدخل فيهم من ليس منهم بحين أن يكون عدو للآخر فكانت كلها كل الإرشادات والتعليمات منبثقة كقائد عسكري يفهم ماذا يريد في تحديد الأهداف والوسائل وأيضا في إرشاد القادة وفي العلاقة بين القائد وبين الجندي فتعتبر منظومة متكاملة في البعد القيادي العسكري عند الصديق رضي الله عنه وأرضه وبالتالي نحن نحتبر الخطابين الخطاب الذي أرسله الصديق إلى عامة الناس وخاصتهم وإلى القبائل سواء كانوا مرتدين أو غير مرتدين ودعاهم للتمسك بدين الله وبيّن لهم أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن لهم أن الإسلام لا زال قوي وإن من ارتد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقاتل وبيّن لهم أبواب الرجوع فكانت فيه رؤية واضحة بالنسبة لهذه الجيوش أن هذه الجيوش خرجت من أجل مبدأ هذه الجيوش خرجت من أجل رسالة هذه الجيوش خرجت من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الجيوش خرجت للقضاء على حركة الردة المدعومة من قبل الفرس والرمان ومن قبل اليهود وبالتالي هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبلغ رسالة الله بدمائها وأشلائها وجهادها في سبيل الله سبحانه وتعالى وتبين قول الله تعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وتبين أيضا قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذن دكتور المسار بدأ بالمواجهة المعنوية ثم نقل هذه المواجهة من المعنوية إلى العسكرية قسم الجيش الواحد إلى عدة جيوش وعدة ألوية كلف القادة ثم وجه خطابا لعامة وخاصة الناس في أرجاء الدولة الإسلامية أتبعه بخطاب لقادة الجيش التي سيحركها لقتال المرتدي الذين لن ينصعوا لخطابه الأول يعني هذه الخطوات التي تبرز مدى براعة الصديق في إدارة هذه الأزمة كيف تأتى للصديق أن يبلغ هذا المستوى العالي في التخطيط وهو لم يكن قائدا عسكريا في يوم من الأيام في حياته قبل ذلك إذا كان الصديق رضي الله عنه أرضاه لم يصل إلى هذه المستوى من إذن يصل؟ هذا الصديق الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن وفي الليل وفي النهار وفي السفر وفي الحضر هو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تعجل في الهجرة لأبي بكر لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبة وإذ به يعد إعداد تام لكل احتياجات الهجرة فيما يتعلق بالراحلتين بما يتعلق بالقايد الطريق العالم بالمسارب الصحراء وطرق البادية فيما يتعلق بأبناء في الرحلة التي تحدثنا عنها ثم الصديق رضي الله عنه أرضاه حضر مع رسول الله في بدر حضر مع رسول الله في أحرد وفي الأحزاب وفي الحديبية وفي تبوك كان حامل اللواء وبالتالي هذا استمد هذه الرؤية في القدرة على التعامل بسنة الأخذ بالأسباب من خلال تتلمذة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم تظهر لنا الآن أن معنى مهم جدا بالنسبة للمسلم المؤمن الذي رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سنة الأخذ بالأسباب وهذه سنة الأخذ بالأسباب يمارس فيها الآن في الصراع مع سنة التدافع الآن في سنة التدافع مع سنة الابتلاء اللي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ففقه سيدنا أبو بكر في التعامل مع السنن جعله يستخدم الإسلوب المعنوي في الإحباط من الداخل عن طريق الخطاب المعنوي الموجه لقادة المرتدين أو الثابتين على الإسلام لرفع المعنوية وأيضا الوسائل الإعلامية المتاحة في تلك الوقت بحيث تكون خطاب الدولة في حدته وفي ثباته وفي قوته يصل لكل المواطنين سواء الذين كانوا مع الدولة أم ضدها ثم يخرج بعد ذلك في التنظيم الرفيع واختيار القادة المتميزين في الرؤية الاستراتيجية التي أعطيت إليهم وطلب منهم تنفيذها وفي القدرة على المتابعة وعلى المراقبة وعلى التزويد وعلى الدعم المستمر حتى تم النصر الحاسم على المرتدين فهذا في وجه نظري يعتبر استمد رؤيته وأفكاره وثقافته في هذا المجال من ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير ما نختتم به موضوع هذه الحلقة أشكرك عضو مجلس الأمنا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي كما أشكركم والسادة المشاهدين على كرم متابعة هذه الحلقة حتى نلقاكم في أفاق أقدمتم في أمان الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر